عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية رسمية لطلبة الدورة التكملية للعام الجامعي 2021-2022 تبدأ اليوم وفق الناطق باسم وزارة التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بحسب الخطيفة عملية تقديم الطلبات تستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من التسع عشر من الشهر الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة وأكد الخطيب أن نتائج القبول الموحد ستعلن قبل بدء تدريس الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الأردنية في السابع والعشرين من شباط الحالي الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب صباح الخير مؤنت كم بلغ عدد الطلبات التي تم تسجيلها حتى اللحظة نعم سيدي أصعد الله صباحكم وصباح جميع الإخوة المشاهدين عبر قناة المملكة عملية تقديم الطلبات بدأت فجر اليوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر صباحا بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى اللحظة ستمائة طلب تم تقديمها وتخزينها وهناك جزء من هذه الطلبات قامت طلبة أيضا بتسديد رسم طلب الالتحاق من خلال خدمة الإيفوتيكم نعم طب هل وردت حتى اللحظة أي ملاحظات بخصوص عملية التسجيل على الموقع لا حقيقة ما في أي ملاحظة وبصراحة يعني عملية التقديم ميسرة جدا حتى أن وحدة تنسيق القبول الموحد ومن حرصها على أبناءها الطلاب ربطت شاشة الخيارات التي يقوم الطالب من خلالها بإدخال خياراته بمعدل الطالب وبمعدلات القبول التنافسية بحيث لا يظهر لأبناءنا الطلبة في شاشة الخيارات إلا الجامعات والتخصصات التي يحق لكل منهم المنافسة عليها وهذا تجنيبا لهم للوقوع في أي خطأ لا سمح الله بوضع تخصص لا يحق له المنافسة عليه طيب مهند بما يتعلق بالتخصصات هل يمكن للطالب التعديل على اختياره بعد تقديم الطلب وإن كان يمكن كيف هي الآلية وهل يستمر ذلك لحين انتهاء فترة التسجيل شكرك على هذا السؤال سؤال هم جدا نعم في أي لحظة ينهي الطالب عملية تخزين الخيارات في طلب الالتحاق يستطيع طوال فترة تقديم الطلبات وحتى الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت القادم أن يدخل على شاشة الخيارات مرة أخرى ويقوم بإجراء أي تعديل يرغب عليه سواء بإضافة خيار آخر أو إلغاء خيار أو إعادة ترتيب الخيارات بكل يسر وسهولة مجرد أن يقوم بوضع المؤشر مقابل الخيار في يسار الشاشة تظهر له مجموعة من الخيارات التي تسمح له بإجراء أي حركة تغيير يرغب بها على هذه الخيارات ثم يقوم بالتخزين مرة أخرى ويستطيع أن يقوم بإجراء هذه التغييرات عدد لا محدود حتى الساعة الثانية عشر ليلا مساء يوم السبت القادم نعم سيد مهند نعلم بأنه موضوع التقديم هو موضوع مهم لأنه في مستقبل الطلاب خلال المرحلة القادمة من حياتهم ما هي النصائح التي من الممكن تقديمها للطلاب قبل البدء بعملية التسجيل أولا أنا أتمنى من أبنائنا الطلاب عدم الاستعجال في تقديم طلب الالتحاق هناك خمسة أيام أمام الطالب وهي فترة كافية حتى يأخذ وقته بالتفكير واختيار التخصص المناسب له نتمنى من جميع أبنائنا الطلاب ضرورة الاطلاع على الموقع الإلكتروني لوحد التنسيق القبول الموحد والذي يتضمن جميع البيانات والمعلومات التي تساعد في عملية تقديم الطلب خاصة التخصصات المطروحة وما هي مجالات العمل في هذه التخصصات وما هي طبيعة هذه التخصصات أيضا الاطلاع على التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة وهناك مجموعة من النصائح والإرشادات والأسئلة الأكثر تكرارا موجودة أيضا على الموقع هناك أيضا بوابة إلكترونية أخرى لا تقل أهمية عن الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وهي بوابة اختر تخصصك والتي توفر للطالب معلومات قيمة جدا ليس فقط عن سوق العمل المحلي بل أيضا على الإقليم والدول المجاورة وتساعد في أن يقوم باختيار التخصص الذي يتوافق مع قدرته ومع رغباته بعيدا عن أي تأثيرات سلبية وأتممنا أخيرا من أبنائنا الطلبة خاصة أصحاب المعدلات المرتفعة أن لا يجعل معدل المرتفع في الثانوية العامة سببا في أن يحصر نفسه في تخصصات قد تكون مطلوبة مجتمعيا ولكنها لا تحوفر له فرصة عمل في المستقبل نعم شكرا إذن كان معنا من عمان مدير وحدة تنصيق القبول الموحد مهند الخطيب شكرا جزيلا لك